ضمن دليل احتساب نقاط التطوير المهني للترقية في لائحة الوظائف التعليمية الصادر عن وزارة التعليم السعودية أحدث إصدار نستعرض ضوابط الترقية القاصة بنقاط التطوير المهني في لائحة الوظائف التعليمية ضوابط الترقية القاصة بنقاط التطوير المهني في لائحة الوظائف التعليمية تحدد نقاط التطوير المهني لشغل الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية لمن يشغل ردبة معلم أو معلم مبارس أو معلم متقدم وفق الآتي أن يكون التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي أن يكون التطوير المهني متوافقا مع طبيعة العمل أو التخصص أن يرتبط التطوير المهني بالمعايير والمصارات المهنية للمعلمين أن تكون أوعيات أن تصل التطوير المهني معتمدة من المعهد الواطن لتطوير المهني التعليمي أن لا يكون التطوير المهني منتهيا بمؤهل علمي أن لا يكون تنفيذ تطوير المهني من مهام عمل شاغ الوظيفة التعليمية نظاما أن تحتسب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية وفق معادلة الاحتساب النقطة تساوي ساعة تطوير مهني أن يحصل طالب الترقية على تطوير المهني خلال مدة بقاءه في الردبة على أن تحتسب لغرة واحدة فقط أن يحصل طالب الترقية على تطوير المهني خلال مدة بقاءه في الردبة على أن تحتسب لمرة واحدة فقط أن تحتسب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية تراكميا سواء كان منفزا أو مستفيدا أن يحقق طالب الترقية سنويا ما لا يقل عن 25 نقطة وذلك خلال مدة جواز الترقية نظاما أن يحقق طالب الترقية الحد الأذنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني خلال مدة بقاء في الردبة وفق الآتي المعلم والمعلم الممارس الحاصل على الشهرة الجامعية يحقق 200 نقطة منها 5 نقطة على الأقل في التقصص الذي يمارسه على أن يكون منها على الأقل 50 نقطة تدريبة مباشرة منفزا أو مستفيدا المعلم الممارس الحاصل على شهرة الماجستير يحقق 175 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التقصص الذي يمارسه على أن يكون منها على الأقل 40 نقطة تدريبة مباشرة منفزا أو مستفيدا المعلم الممارس الحاصل على شهر الدكتوراه يحقق 150 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التقاصص الذي يمارسه على أن يكون منها على الأقل 30 نقطة تدريبا مباشرا منفزا أو مستفيدا المعلم المتقدم الحاصل على شهر الجامعية يحقق 175 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التقاصص الذي يمارسه على أن يكون منها على الأقل 25 نقطة منفزا لأنشطة طوير المهني 40 نقطة تدريبا مباشرا سواء كان منفزا أو مستفيدا المعلم المتقدم الحاصل على شهرة الماجستير يحقق 150 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التقصص الذي يمارسه على أن يكون منها على الأقل 25 نقطة منفزا لأنشط تطبير المهني و30 نقطة تدريبا مباشرا سواء كان منفزا أو مستفيدا المعلم المتقدم الحاصل على شهرة الدكتوراه يحقق 125 نقطة منها 50 نقطة على الأقل في التقصص الذي يمارسه على أن يكون منها 25 نقطة منفزا لأنشط تطبير المهني و30 نقطة تدريبا مباشرا سواء كان منفزا أو مستفيدا المدى الزمني للترقية في لائحة الوظائف التعليمية الترقي بين الرتب معلم معلم ممارس يجوز الترقية عند الحاجة للتخصص في رتبة معلم ممارس المدى الزمني للبقاء في الرتبة حسب المؤهل 6 سنوات الترقي بين الرتب معلم ممارس معلم متقدم باكلريوس 6 سنوات ماجستير 5 سنوات دكتورة 4 سنوات معلم متقدم إلى معلم خبير باكلريوس 5 سنوات ماجستير 4 سنوات دكتورة 3 سنوات